في كل بيت يا جماعة في كل مطبخ عنا أربع مكونات موجودين بيساعدونا ببلاش ومجاناً إن إحنا نقدر نقضي على الالتهابات أي التهابات وبالذات الالتهابات العظام أو إن إحنا نجدد الخلايا في الجسم ونمنع التأكسد تأكسد يعني حاجة تخرب أو تبوص إحنا بنمنع التأكسد يعني بنجدد خلايا الجسم هذا بالنسبة لإيه؟ جسم وصحة الإنسان أو إن إحنا عنا فطريات بكتيريا فيروسات جراسيم عايزين انطهر الجسم خالص من السموم ومن هذه الأمور بصوا هنا هذا جماعة الكركم بناخد منه شوية هنا بديكم مسأل فقط وهذا الزنجبيل بناخد منه شوية وعنا هنا القرفة كله مطحون بناخد منها شوية وعنا هنا الخولنجان خولنجان بناخد منه شوية الأربع هدول بنجيب كمية كبيرة من العطار أو يكونوا عنا في المطبخ ونخلطهم عبعض ونعمل كوب زي هذا كده علبة نمليها ونخليها دايما موجودة عنا بناخد دايما شوية زي هدول أو نصف ملعقة ونغليهم على لبن أفضل شيء الألبان اللبن بالنسبة لطعمه يعني وشوية عسل صغار أو نحن نحطهم على مية مغلية ونشربه بعد ما يصفى يوميا كوب صغير الليه بعد عنه اللي عنده ضغط عالي أو مشاكل في القلب غير كده الخولنجان بصوا جماعة هذا شكله الخولنجان بيبقى مطحون كلهم عيدة وحدة والزنجبيل والكركم كله عيدة وحدة معدى القرفة هنمنع الالتهابات والتهابات العظام في الجسم هنمنع أي فيروسات أو بكتيريا أو مشاكل من هذا القبيل ونجدد خلايا الجسم بكوب واحد يومي هذا كل اللي حبيت أقوله حاجة موجودة عنا في المنزل نقدر إن احنا نعمل منها خليط زي ما أنتوا شايفين هذا الخليط لما نحط الأربع على بعض لو جارينا هنلاقي إن الأربع هدول من أفضل الأشياء اللي فيها مضادات التهاب أو مضادات أكسدة أو مضاد لأي فيروسات أو جراسيم في الجسم بشكل عام فإحنا عايزين حماية ووقاية شاملة لأجسامنا بدون أي مشاكل نقدر نجيب الخليط هذا الأربع موجودين عنا في المطبخ ونعمل منهم هذا الخليط ونشرب كوب يومي في الوقت اللي يعجبنا وناخد نفحة شوية صغار من كترش على مغلي أو على لبن ونشرب كوب يومي طبعا التهابات أغلب التهابات بتكون في أجسامنا بقايا جروحة أو التهاب في أي مكان التهابات النقرص التهابات العظام والروماتيزم فأكتر التهاب بقبلنا هو التهاب العظام يلي أن إحنا عايزين نجدد خليانا ونمنع التأكسود أنتي أكسايد اللي هي أن الإنسان بيكبر في السن فنحاول أن إحنا نمنع أن الخلايا تتدمر أو تبوز ونعملها تجديد دائم بهذه المكونات الأربعة أو أن إحنا فيه فطريات في فيروسات جرسيم أي شيء من هذا القبيل برضو عايزين نطهر جسمنا منها نعمل الخليط من الأربعة ونحطها مع بعض هذا بس بديكم مسأل ونبقى ناخد دائما نصف ملعقة على البن أو ماء مغلي ونشرب في الوقت اللي يعجبنا هتلاقوا فترة قليلة خلال أيام فيش التهابات في الجسم جسمنا مطهر من أي سموم ودايما عظمنا قوي ودايما خلايانا كويسة وبتتجدد وببعد عنا شباح الشيخوخة ومشاكل تقدم العمر أحلى مساء عليكم نشوفكم إن شاء الله فيديوهات تانية الأربعة موجودين في المطبخ وقمة السهولة أن احنا نحصل عليهم والسلام ختام السلام عليكم